اهلا بكم احبتي متابعي فضائية الايام يتجدد اللقاء بكم في يوم اخر من ايام المونديال تتواصل الاثارة في مونديال الدوحة بما تستحق المتابعة والمتعة ففي مواجهة اليوم في المجموعة اي كوستاريكا تستوعب الدرس الاسباني الاول وتفوز على الساموراي المغرور بهدف يتيم جاء عكس المنطق الكروي الى حد ما والمانيا لا تزال تبحث عن استعادة ما فقدته وهي تواجه اسبانيا حتى لحظة لقائنا بكم فالنتيجة تشير الى تعادل المنتخبين عفوا الكبيرين من دون اهداف وفي المجموعة اف صعق المنتخب المغربي نظيره البلجيكي المرشح بلا هوية للقب العالمي حيث استعاد اسود الاطلسي بريق التيمومي وخيري والزاكي من صفحات مونديال مكسيكو وفازوا على بلجيكا بهدفين رائعين ومستحقين وفي المجموعة ذاتها فقد افصح المنتخب الكرواتي عن نفسه مقدما اوراق اعتماده وصيفا للنسخة السابقة حين قلب تأخره بهدف الى فوز برباعية على نظيره الكندي اهلا بكم احبت نتابع مفردات او فقرات برنامج حلقة اليوم من ايام المونديال اهلا بك زميلي خلاف محللا دائما ولابعد من الدور الاول كما وصفتك في وصف سابق التقرير فقط المباريات الحديثة بين المنتخبين يعني لو راجع لي وراه يمكن كان انصف الالمان كان انصفك اليك وشي تحياتي اليك وتحياتي لكل جمهور الي شاهد هذا البرنامج البرنامج الممتع يمكن انا قلت لك كان همتعك اليك لان ادري بيك انت قلبك الماني تحب المنتخب الالماني الكرة الالمانية لانه القديم النتاج القديمة غير النتاج الحديثة نعم نعم خلينا مباشرة الى مباراة اليوم فيها من الغنى الكرة وما يستحق مباراة الاولى كوستاريكا اليابان واحد صفر بعد السباعية من اسبانيا واليابان بعد التفوق على الماني انا وياكشة هدنا المباراة ودائما نتناقش خلال احداث الشوطة الاول وشوطة الثانية مرات احنا ننتفق نقول اكون منطق انا اقول اللا منطق اليوم فرض نفسه على نتيجة المباراة لانه الفريق الياباني كان الاولى بالفوس الفريق الكوستاريكي انا يمكن اريد شبه هاي المباراة حسيت بها مباراة من بطولة تصفيات اسيا مو اكثر من هذا يعني لو شن طبعا الفريق الياباني فريق اسيا يعني انت تنتقص من الكرة الاسيوية لا مو انتقص بس كمستوى كمستوى يعني اليوم مثلا خلوا الروح على الفريق الكوستاريكي الفريق الكوستاريكي من بداية المباراة الى نهاية المباراة هو يدابع افضل لاعب عتم محترف يلعب بالدوريات الاوروبية اللي هو كامبل كامبل اليوم ما ادى الدور الهجومي عنده دور دفاعي بحيث اول مهاجم هو اول مدافع وبالنتيجة الفريق باكمل دافع هجمة واحدة من هجمتين اجي القول وانتهت المباراة الفريق الياباني يفعل كل شيء لكن ما قدر يسجل هو حتى خسارته اليوم يعني رجعته بالتصنيف في فيويا يعني كان هو الاول وايران ثانية لا الان تقدم الامتخب الايراني اول وامتخب الياباني ثانية وبعدين انا اقول لك شيء واحد على المستوى الاسيوية صحيح اليوم هو ضيع فرصة التأهل يعني هو كان ممكن نقطة تنفعه وثلاث نقاط تنفعه لو هو مسجل فايز بهاي المباراة معناه هو راح يرافق الفريق اسبانيا لحد دين كبير يعني نقول مثلا ست نقاط منو ما اخذ ست نقاط فرنسي نعم هو راح يرافق الفريق الفرنسي بست نقاط لانه هو فايز على الارجنتين او على الاقل اطلع متعادل عفوا ليس على الارجنتين على الماني عفوا على الماني نعم وبالنتيجة انه انا ما اخذ ست نقاط انا والفريق الفرنسي خلال اول جولتين اوكي هسا انت يعني طمعت بالفوس دروه اخذ النقطة واخذ التعادل حتى امالك تبقى قوية يعني هو حتما حتما المنتخب الياباني هو اي منتخب يدافع عن الوان منتخبه بنبل يعني لا يحتاج لان يعني نرشده لأخذ النقطة الواحدة ولكن يعني عموما اعتقد يعني ما اصاب المنتخب الياباني في المباراة الثانية يشبه لحد كبير ما اصاب المنتخب السعودي ايه تقريبا خوش وصف وصفه كراقي جدا يعني نشوة وانا استعير يعني معلومة انت قدمت لي اهل نكتب وعلي لا تبني دائما خصوة في البطولات الكبيرة يعني امال لا تبني تصوراتك على المباراة على المباراة الولاي ولهذا يعني حتى الفريق الكندي اليوم وراح نجعل الفريق الكندي قدم امام بلجيكا واحدة من اجمل المباراة لكن اليوم نزم باربعه رغم تقدمه على كل حال يمكن لو رجعنا على هذه المباراة تشكيل امامنا الفريق الكوستريكي لعب بثلاثة اربعة اثنين واحد يعني مهاجم واحد وكان بل كان يلعب على اجهة كان بل رقم 12 اللي هو الابرس يعني يريد يريد يسيطر على منطقة الوسط المؤلزا من هاشي من لعبان صحيح مؤلزا من هاشي شوف وين الكثافة اللي يسجل رقم اربع اللي هو بولر بس الهدف كان جميل جدا يعني الهدف ملعوب نعم اذا جئنا على الفريق الياباني الفريق الياباني لعبوا بأربعة مدافعين اثنين لعبين ارتكاز وثلاثة وامامهم مهاجم واحد يمكن لعبه وقدموا كثير الفريق الياباني وصلوا إلى المرمى خلال شوطي المباراة طبعا هاي المباراة شوطح الثاني افضل بكثير من الشوطح الأول وذا مرينا مع الاخوان بالكنترول يعني الحالات اللي كلب الأولاني مشكلة الشوط الثاني دائما يصفه المحللون وانت دربوا التهوائي يعني شوط المدربين يعني ما بالك في أعلى بطولك روية يتراجع الأداء في الشوط الثاني لا يتراجع من فريق والفريق الآخر يستمر يستمر تعتمد عليهم تعتمد على نتيجة المباراة يعني أنا رايد المباراة أو رايدة حافظ على الهدف اللي أنا متقدم به فيظل كله يدافع الفريق المنافس الآخر يا دقيقة لو تسعفني يعني ملاحظاتك يا دقيقة الهدف الكوستري الهدف الكوستريكي يجي بالدقيقة ثمانية من الشوط الثاني من الشوط الثاني يعني كان هناك هذا كيشير فولر اللي رقم أربعة واللي هو ستنة نعم يعني كان هناك وقت جيد للتعديل وجدتي فرص حقيقية هذا اللي سجلت يمكن هذا الشوط نحن بأحداث الشوط الأول هذه أول هجمة للفريق وهذه كرة للفريق الكوستريكي يمكن يعني هنا راح يطيح بالكرة خلال نسميها محاولة يعني محاولة كامبل كامل لعبا منكو المحاولة تختلف عن الفرصة هنا أيضا هجمة للفريق الياباني ولا زال الياباني بهذه مستحول على الكرة وينقل الكرة من الوسط هسير الوقفة مالتهم مثل ما طلعوا بالتشكيلة بس ما لزموطهم لا ما يقدرون أقول لك الحيازة جيد لا الحيازة كلها اللي يليغبون يعني شوف هذه هسا بعد نرجع لها هذه الهجمة هذا هنا شوف الكرة لو مستقبلها اللاعب راق 15 هنا هذا استنام خاطئ يعني لو مستلم ومن دار هو ممكن يسجل هدف لكن استلامه وين لأنه ما فكر كيف يستلم الكرة فكر شون يندار قبل ما يستلم الكرة وبالنتيجة شوف أضعات الفرص لو ناقضها على البطي بعدين يعني مهي هاي أجزاء الثانية الشتات بين الاستلام والدورة 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 المهم شوف لحد الآن احنا انشاهد وين هي هاي الهجمة نفس راح يلعبها هنا لو مستلم صح الكرة يعني هو قبل الاستلام تشاهد يعني ممكن سوى رادي استلم بالإسراء هذي هاي بدا سوى رادي استلم بالإسراء يمكن هو يساري يعني شون يسدد بني منه على كل لين هذه حداثة الشوطل الشوطل الأول يعني ما بيغير بس هالكورتين يعني هاي كورة الكوستريكي وكورتين للفريق الياباني لكن الشوطل الثاني كان شوطل مختلف تماما نعم يعني هاي الهجمة هذا الشوطل الثاني نعم طبعا الهجمات معظمها للفريق الياباني هذي كورة ضاعته بعده لحد الآن هي خطرة وانبنت الهجمة صح وهنا تزديدة لكن المدافع يمكن تكلمنا أنا وك على هذا المدافع قلنا ربما هو كان بطل بطل المباراة بالنسبة لفريق الكوستريكي نعم لاعب رقم خيس أشقر ايه صعب غير أشقر شوف هذه ايه صعب أشقر هذه لازالت المحاولات يابانية يعني اليوم اليابانيين يعني شوف هذه حالة رح نوقف عتها هذه الحالة هذه ضربت ضربة حرة مباشرة نعم الكورات القريبة هذه الحالة قبل التزديد هو رح يسدد كنا قاعدين أنا ونتناقش أنا معاك هي صارت كرة يانئلما للفريق الياباني ولهذا نقول من اللي يجي التنفيذ الكورات الثارت لأن كرة الثارت تقول هذه العالية قلت لك جدعوة عالية قبل ما يسدي رح نشاهدها سيد ريليش لأن قريبة قريبة شوي يلون أبعد يكتر يتحكم لاعب يقدر يتحكم خلي نشوف الكورة رح تروح عليه والثاني رح تصير أقرب منها أقرب وتروح بالجدار هذه رح تروح عليه من الحارس بس فوق العارض هذه اللي انتقلت حاليا لأن هذه اللعبة قلت لك جدعوة عالية جدار منظم ويراد أنه زاوية انطلاق الكورة أقل يعني هو شال الكورة من تحت والنتيجة الكورة رح تروح حديث استطراض بين اللاعبين هالية علي آني شوف هاي الكورة الثانية هاي الثانية يعني هاي فاولية هاي الأقرب هاي الحالتين يعني أنت لو عندك من يجيدي الكورات الثابتة أنت ممكن يسجل من الكورة الثابتة يعني قد يكون مثلا مسي يدور على الكورة أسيقركو أربط بين حالتين أربط خليه خليه أسهدنا هذا الفاولين واحد وراء الثاني لليابان ما سوهم ما سوهم أكو فاولين اليوم واحد وراء الثاني في مباراة أخرى الثاني صار صحيح وبلحظة الفاول قلت لك هذا شون يكرر نفس الخطأ صحيح طبع لكورتوا وأنقذت تسلم قولين بقى شو أنا شا أقول مرات إحنا من ريد نتكلم نقول التنوع بالتسجيل أنت تسجل من الكورة الجانبية بالرأس مرات عندك محاولة فردية تدخل وان تو تسجل الكورات الثابتة مصدر من مصادر التسجيل اللي ما يجيتها ممكن ما يفوز اللي أنت جيني هاي الفراس وما سجل من هنا مصيبة على كلين راح نشاهد هاي الحالة ونشاهد وراها هاي الثاني اللي بالجدار هاي أصعب ترمي هاي أصعبي خلي وراها هذا الهدف هنا خطأ بالإبعاد هذا اللاعب رقم 17 خلينا نوقفها نوقفها نرجع هنا نوقف الكورينا لا لا امشي امشي خليشوف اللاعب رقم 17 هذا هم أبعد خطأ الكوري خلينا نشوف هذا اللي يسوي السست اللي هو صانع الفرصة هنا تحكم من أحلى ما يمكن اللاعب رقم أربعة بولر وبالنتيجة علي مين الحارس في أعلى الزاوية هذا الهدف اللي اللي خلينا نقول عقد موقف اليابان مو هي الجموعة كله هي حتى هو أنعش آماله يقول لك إذا إلى أمل لأنه ورحتم لعبة ويهو المنتخب الألماني فمعقول ممكن أن يتعادل مفاجآت الكرة موجودة يعني هي تأيسة من فريقة الألماني لا لا مؤيسة ولكن المفاجآت التي تتوالى في مونديال الدوحلات تمنع من أن كوستريكا يقولون قبل ما كن مفاجئة أمام المنتخب الألماني ويا أنت ولا لا الألماني الألماني هو مجنسي ألماني خبروا على كلمة ثانية لا 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 خلينا بالتجنيس متذرون القضية أستاذ خلاف يعني لا أقولها على شوائد ألماني بس يمونها القضية يعني الشخصية الألمانية تتمتع بالرصانة هذا ما ينتبقى على مصف بالعناد بالإصرار تذكر كارل هانس رومانيقي أو مثلا برايتنا أو فرانس باكين باور أو بونهوف هذا المنتخب اللي العرق الآري يعني ينضح منه نضوحا من الشكل من السلوك والاعتداد بالرأي والحرب إلى آخر لحظة ما ممكن أن تجيب منتخب تلقى بي ستة أو سبعة سمر أو ثلاثة أربعة أتراك هذا ليست ألمانية أخوان ترى أبو علي مني سوالف هاي سوالف ولا راح أوجه الكاميرا للمواطنين لا أحد يتصور أنه كلامه يدلل على عنصرية أو طائفية بس هي تلك الحقيقة أشكنا لا أستاذي عندما تسمي الأشياء بمسمياتها أنا ما قلت فتش شيء غلط أنا مع أن تكون كأس للأمم هذا ليس إلا نعم نسترسل بالحديث طبعا راح نروح لليابانيين رغم هذا الهدف خلينا نشوف هناك طبعا هذا الهدف بعدة عادة من زاوية أخرى مرتين يعني أبعاد خاضر مركب بكل تأكيد يعني ويمكن خلي رجح هاي بس هاي الحالة لاعب الانسحب بحث عن التسليف دقيقة دقيقة هذا شف يعني هذا من المغطي هو ظهير اللي ساعة مضبوط يعني لو ممكن طالع والله لا لا ما يلحق لا لا ما يلحق بس هذا ليش طلع أروح على أروح على اللي يسدد الكرة اروح اروح لدخلي انا اخذ راحته حقيقة انخمات وبالرجل اللي صار يسولها على شكل كرح هذا البحث عن يعني شرسمها اخفاقات القانون الكروي دورها وفي لحظة خلين شوف رقم ذلك دخل الهدف اجتي فرصتهم للفريق الياباني كان ممكن ان يعادل نتيجة المباراة واليابانيين ظاهر يعني هم الفريق اللي ميئس الى دقاق الاخيرة يعني رغم خزرة والمباراة ما ادري هسه اللق المخرج يقدر يطلع عنه اكو فرصة تانية اسباني سجل الهدف الاول على المنتخب الالماني قررت عينهم للالمان موراتة المهاجر من اسباني موراتة موراتة يمكن لعب بشوط تاني خلين شوف هذه فرصة هذه احدا من الفرص الاخيرة كان ممكن ان يسجل ملعته الفريق الياباني ايضا هم بحث عن تحايله ما اشوف اليابان ليس المنتخب اللي شوفنا في المباراة الاولى شوف هذه وهذه فرصة هي هذه كان كان ممكن بدون اخمات يعني دخول هنا هنا مرة واحدة يعني مسه واحدة وروح يقول مثل اليوم سجل اعتقد المنتخب في تمريره خلفية اعتقد احد المنتخبات سجلوا بتزديده مباشرة لا كرة ميديا طارمي لا لا حتى اليوم اليوم في انها ستمر علي زحمة المباريات وزحمة المتابعة وزحمة التوثيق يعني تؤدي شوف هذه هذه الهجمة الاخيرة اللي كان ممكن يعدلون منعته يعني ظله للدقائق الاخيرة الفريق الياباني هو دي يحاول شوف هذه الكرة هذه اخطر الكرات ولهذا كل اللي نقوله نقوله هاردلك اللي اليابان قدمته مستوى يليق بكم ومشرف لكرة الاسيوية ضاعت ربما هذه المباراة هاي ثلاث نقاط صعبت اموركم نتمنى ان تحققوا النتيجة ايجابية بالمباراة القادمة ونتمنى ان تنتقل فرق الاسيوية قادرة على الانتقال الدورتون خلينا ننتقل الى المباراة الاخرى والفرح الكروي العربي المغرب بلجكي 2-0 المغرب انا اقول دولا يسميه ما احنا برازين الكرة العربية افضل من يلعب كرة قدم مهاريا وعقليا من نشوف اللاعب المغربي تقول هذا مليان كرة قدم نعم كل مفاصل كرة قدم مخادع مهاري ذكي جدا بالتعامل في جو المباراة وخارج المباراة كل شيء يسوي في كرة القدم هذا اللاعب المغربي اليوم المغرب من كان يتوقع انه المغرب بل جيكي ثالث فريق مرشح ان ياخذ الوطولة يقول له الترشيحات تصليف العالمي تصليف وترشيحات اليوم من يتوقع انه الفريق المغربي يدخل هاي المباراة ويقدم هذا المستوى الراقي طبعا اللاعبين يعني جهة اليمين كنا نتكلم اللاعبين قدموا ازياج على اليمين نعم والظاهير اليمين جهة اليمين اشتغلت من احلى ما يمكن صنعت معظم الهجمات الفريق سجل سجل والغيال الهو الهدف وراح سجل الثاني وسجل الثالث اذا شفنا تشكيلة الفريقين وراح نتكلم عليهم نتكلم خاصة على نتكلم على الفريق المغربي لانه اليوم انا ما شفت فريق البلجيكي قدم كرة قدم يعني برغم وجود هازارد ووجود دي بروين لكن مرشح للقب بلا هوية يعني حتى المباراة الاولى مع الفريق الكنين تعادل تعادل وضع ضربة جزالة الفريق الكنين يعني من تشوف فريق بهذه الرتابة وبهذا المستوى انت اطلع من بالك من باب الترشيحات تقول لا مو هذه الفريقات تطلعه يعني عليك ان تعيد النظر بما يقدمه النقاد الكروهي العالمي هذا صحيح لانه يعني تقدير الترشيحات والتصنيفات تتلاعب فيها فيفا كما هي فيفا جوزيف سيبلاتر ولا هذا المنتخب سترح تقولي النتائج والارقام هي المعطيات والنتائج والارقام والقراءات تقدم هذا منتخبا ثالثا في التصنيف ومنتخب مرشح لانه اين تضع المغرب مو هذه السؤال لها يعني اذا تسأل على الترشيحات اليوم مثلا انفوز المغرب على فريق بلجيكي اش قد راح يكسب نقاط وكم مركز راح ينتقل الى الامان يفتر يعني اليوم خبراء اللعبة اللي يشادون هذه المباراة يقول لك لا فريق المغرب قدم مستوراقي يليق بكرة القدم الافريقية ارح اقدم لك واحد مثل على الشريع يعني من خبراء الذين يعتمدهم فيفا لديه يورجن كليزمان شون حكم على اداء المنتخب الايراني يقول اداء ادائي يعني تخيل هذا هذا واحد اللي قيمونه المنتخبات وما راح اقول لك انا مرات اشك انه دولة يتكلمون بضمير نعم هذا الشوط الاول طبعا هذه بداية المباراة فرصة رائعة للفريق البلجيك هذا بداية المباراة نعم لكن خلن شو انشاهد طبعا بالمناسبة حتى هذه المباراة ابو علي لانه هذه المباراة ايضا بشوط الثاني راقت يعني اداءها بشوط الثاني افضل من اداء الشوط الاول فهنا خلنشاهد الفريق الفريق المغربي هذه كرة هذا سفيان غالي اللي راي يلعب كرة الى الخل المدافع وهنا هذه اول تزديدة طبعا اليوم اكو اثنين في وسط الملعب اللاعبين الارتكاز سفيان مرباط اللي هو سفيان المرابط يمكن هذا اللي في وسط الملعب شال عبئ كثير هنا في وسط الملعب خلنشوف هذه هجمة الحكيم حكيم تزديدة قوية جدا لكن الكرة وين راح عجبني شار راسا قبل ما يسهداني خلنشوف كان يفكر شوف الدخول شوف الدخول اخر شي قرر التزديد ولا والتزديد شوف شار راسا باوع انتبهت لليسار يعني امكانية ان يمرر بعدين قرر التزديد يعني لاعبين محترفين على مستوى خلنشوف هذه هذه الكرة اللي بيها خطورة فوق العارضة اللي لعبها دي برون يمكن كنا نتكلم واني واني راح يلعبها على رؤوس اللاعبين واللي يسدد بالنتيجة سدد هذا الهدف الملغي راح نتوقع في عدة الهدف زياش لعب الكرة من هو المستلل راح نشاهته هو حالة تسلل حقيقية يمكن خلنشو انشاهد اللي يسدد غير متسلل لكن حجب الرؤية لا انا راح اقولك شاء الله واحد اللاعب رقم ستة الساسي اللي هو كابتن الفريق خلناخده هذا اللي يطرب اللي يطرب الصورة هذا كابتن الفريق اللي اللي دخل وحجب الرؤية عن من عن كوارتو لكن لو كان هو ما مسلل وعمل هذه المسألة قوم عادية جدا لكن بالحالتين هذا الهدف وذاك الهدف اللي صار واحتسب بعد شوية راح نشوفه هدف عبد الحمي الصبري هو نسخة طبق الأصل لأنه نفس اللاعب اللي وقف أمام كرتو بحيث ما خلا يشوف الحالة ملاحظتين اثناء الحديث يعني في تحليل المبارا في اللحظة اللي دخل بهالهدف يعني انتبهت وسجلت وقلت لك الفاول داي اللعب أعلى من مستوى العارضة صحيح أعلى من مستوى العارضة الفاول وبالمرة الثانية اللاعب اللي أخطاع تقدر رقم 15 المدافع سوى فاول بمكان مقارب أو مشابه لكذا شو نسوي فاول وذاك الله يطلع طلعهم منع لكن بالمرة الثانية ما لك إذن هذه بعد رجوع الحكم إلى الوار وإحنا إن شاء الله ويانا الكابتل اليوم ولي ويبعانا إن شاء الله حتى حياتنا حتى حياتنا لبا أحمد وراح نشاهته إذن هنا الهدف ألغي وبعدين رح نرجع له وحن نشوف الشوط الثاني وطبعا خلن نشاهد استمرت الهجمات للفريق المغربي هذه واحدة من الحالات لأنه اليوم الفريق المغربي لعب كرة قدم هذا الزياش اللي هو الأبرز أنا بتصوري بالفريق المغربي يعني هو هو الخطورة تطلع كلها من رجلة يعني في صناعة اللعب بتزييل الأهداف يعني تحس اللاعب يعتمد عليه الفريق إلى الرعدل جدا هنا هزرت وحدة من الكرات اللي شالها حارس ومار مغرب يعني زاوية حادة طلع طلع حال الحارس يعني خلينا نقول قريبة على الحارس من زاوية الحارس ومن الحارس نفسه وبالنتيجة رح نقول رح تستمر الهجمات للفريق الفريق المغربي هذه وحدة من الهجمات جدا خطرة هذه كان ممكن هاي الهدف هذه يصير هدف محقق لو بس واحد حاج بالرؤية لا احنا رح نتكلم على كورتو وكابتن محسن لأنه اليوم رح يكون ضيفنا إن شاء الله يحاولون الزملاء الاتصال ورح نتكلم على كورتو هذه طبعا وحدة من الفرص أيضا الحارس شار هذه الكرة بكل براعة فهذه يمكن أحداث الشوطة الأول كانت تقريبا قلينا نقول هي سجال بين الفريقين فرصة هنا وفرصة هناك ورح نجي شوطة ثانية هذا الشوطة الثانية خلي نشوف هذه الصورة هذا ما أعرف هذا المدرب المساعد للمنتخب المغربي محللوا يعني قول إيه هذه الصورة خلي رجع لي هذه خلي داخل في تحليل ويا في الخليج لا أنا مو تحليل أنت خلي طلعوا صورتي هذا 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 حبيب قلبي هذا كان لعب محترف عدي وفي نادي الخليج هذا جبنا من نادي العربي ليش من سألتك يعني لا تفاجئني خلي 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 دربته خلي هذا يوم هذا اسم رشيد بن محمود نعم المدرب المساعد لمنتخب أسود هذا من كان عندي راهنت عليه أن يكون أفضل محترف في دوري 1998 في الدورة الإماراتي واختير بهذا الشكل قريب على قلبي خليشوف الهدف الهدف هذا هذا يعني نفس الطريقة وبزاوية بزاوية أحرج صعبة صعبة أحرج يعني حادة أكثر دي تا دي تا قد تكون أسهل حتى بسعيد ما شوف خليشوفنا لعب رقم ستة كابتن الفريق يعني حجب الرؤية عن من حجب الرؤية بس ورما تسددت ورما تسددت ورما تسددت يعني يعني شوف هس يالله دخل لم يكن متسلم بالمرة لا ما بيها تسلم الكرة هذه خلي خلينا توقف عطاء الحالة وأتمنى أن الحالتين يطلع عني المخرج الأول والثانية وحدها صار من أتاقو ما أريد أنتقل إلى الزميل المحلل محسن هادي يلا إذا موجود معنا تحياتي إلك أستاذ محسن تسمعني أسمعك حبيبي أستاذ مساء الخير عليك شون الأجواء بالدوحة يمك بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إلك أستاذ أبو علي وإلى الدكتور المحلل كافن خلق وإلى جميع المشاهدين والمستمعين طبعا الأجواء في قطر أجواء بعد مونديالية مشجعين على مستوى كثرة في كل مناطق يعني وينما تروح تلقى التجمعات الجماهير والفعاليات والمهرجانات وعلى شكل تلقى فرق فنية منتشرين في كل مكان وقاصة هذا لراحة الجمهور وخلق الأجواء لاستمتاحهم في الظوحة خلينا نعبر من الأجواء وندخل في فيض هذه المباراة اللي اليوم خلق رادك بسبب كورتوة نعم شون تشوف المباراة طبعاً المباراة طبعاً نقول تحية خاصة للمنتخب المغربي على ما بذلوه من مجهود ورائع في مباراة هذا اليوم وخاصة كانت كان الفريق تشوفه مندفع وروحيته للفوز كانت موجودة من البداية إلى نهاية المباراة وقاصة ولاحظنا نحن اليوم في مباراة المغرب استبدال الحارس الأساسي ياسين بونو واستبداله بالحارس المحمدي اللي طبعاً هذه أول مباراة له وكان فعلاً حارس على قدر المسؤولية من خلال تحركاته داخل الهدف كان مركزاً جيد حدوءاً بالتعامل مع الكرات التي صوبت عليه إبعاد الكرات في المناطق استاذ محسناني أسأل عن الحارس البلجيكي اللي اتلقى هدفين يعني واتلقى هدفين أحدهما ملغي وبنفس الطريقة نعم طبعاً طبعاً يعني نحن نتكلم بالتحليل أو التقييم بالنسبة لحارس عملاق مثل كورتوة أو حارس الأول بالعالم الغاية من الغاية من التحليل أو التقييم هو إحنا نريد نتعلم والمستمع يتعلم وزملان المدربين يتعلمون والحراس اللي نشتغل ويهم حتى يتعلمون من الأخطاء من المباراة طبعاً الهدف الملغي والهدف الأول على كورتوة حالة مشارعة نفس الحالة لذلك لذلك لو نلاحظ الحالة إذا تعاد إنها الحالة نشوف أنه أخطاء الحارس وهي أولاً نلاحظ جدار الصد عدم تمركس جدار الصد بصورة صحيحة صاد اللاعبين على الحارس لصد الكرة ظلوا واقفين من اللذك الكرة الحراس اللاعبين ظلوا واقفين ما تفركوا وما دافقوا على هدفهم الثاني انت مركز محسس وطول الفارع كان تارك الهدف يعني طالع للأمان متقدم كثير وخاصة نحن ننصح الحراس الحارس اللي نفذ باليمين الحارس اللي نفذ باليمين من جهة اليمين الحارس دائماً نقول للحارس تقدم خطوة عن خطوة الهدف نعم أما إذا ستلف للداخل فصعوبة على الحارس يقدر يجيبه أما إذا باليسار فما نقدر نطيار 2-2 ونص يطلع لأن الحارس ستكون لفة من الخارج للداخل نتيجة سرعة الكرة نتيجة 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 الكرة وتمركز الحارس ما أتخذ الخطوات السريعة للوصول للكرة سببت الهدف خلي نسمع رأي خلاف هذا سمحت أبو علي تحياتي أبو علي لك حبيبتي يمكن اليوم نسولف على كارتوة كارتوة واحد من عمالقة حراس المرمى بالعالم قد يكون هو مثل ما اتفضلت أفضل حارس حاليا ونحن نتكلم هذا الكلام يمكن أنا واحد من العالم لو أريد شخص سلبيات أي لاعب سواء مدرب أو لاعب مدافع مواجم أقول عندك كده وكده كارتوة حتى من يلعب مع الريال مدريد أهم كرات الصعبة اللي يعاني من عتها هي هاي الكرات اللي تلعب قريبة على الزاوية أول شي هو تموضع وانت قلت لي على معلومة قلت لي كارتوة ردودة أفعالة بهيج كرات بطيئة خل نسمع منك أهلو أهلو تسمعني أستاذ محسن أسمعك أستاذ أبو علي حبيبي نعم هل فعلا ردود الأفعال لها ردود أفعال البطيئة لكورتوة بالكرات المعكوسة من الجانب هي نقطة ضعفة طبعا أكيد وخاصة رد الفعل سواء كان أما التحرك بالقدمين أو باليدين أو بالجسم كاملة هذا كله يختصر لك الوقت والزمن بالوصول للكرة لذلك خاصة الكرات اللي اللي تكون سريعة وصفت أمام الحارس تكون صعبة وخاصة الحارس إذا كان طويل رح يصير نزوله بطيئ ووصول الكرة أرطى بعد يكون أكثر يعني فلاحظنا نحن الكرة من لبت وبالتجاه الكرة كانت سريعة هو ما اتخذ الخطوات السريعة الخطوات السريعة لو ما اخذ خطوتين كان يقدر يوصل للكرة ولكن أنا أتوقع الثقة بنفسه وطول الفارع كان يعني كان أعطاه ثقة زايدة فمما سبب الهدف إضافة إلى البطء برد الفعل محسن بسل إذا ضفت معلومة بسيطة يعني تابعتها يعني أثناء المعلومات التي تقدمها الناقل المباراة الاسپن الدوران بالهدف الملغي طبعا الزاوية أفرج أفضله أوسع والاسپن بالدوران مالتها كان ثمانية التدوير بالهدف كان أقل خمسة يعني أنا أستغرب يعني نحن نقول الحارس ونصف الفريق هذا نصف الفريق للمنتخب المصنف التالث صعب طبعا طبعا هو الحارس الحارس هو جزء من منظومة من منظومة دفاع كاملة يعني نحن اليوم لاحظنا الهدف الأول منصار على كرتو وولغ المدافعين من اللعبة الكرة المدافعين ما كملوا على الكرة ظلوا واقفين واللاعبين المهاجمين دخلوا على الحارس فظل الحارس خاصة للكرات اللي يتلعب من مستوى الرئيس تكون محيرة بالنسبة للمدافع وللمهاجم فالمهاجم هي سهلة لا ممكن بس يطخطها صغيرة تصير قول كابتن محسن كابتن محسن رتسألك الهدف هي النسخة طبق العاصل هل كان كابتن الفريق الساسي رقم ستة إلى دور كبير بتشتيت انتباه حارس المرمى هو الهدف الأول أو الثاني أي هو ثمين هنا هو رقم ستة كابتن اثنين ندخل به الملغي اثنين ندخل به اثنين هنا هو موجود هو ما لدور بالعكس لأنه الكرة صارت محلومة أنه الكرة ونجت فليت جاه هذا فإحنا لو نلاحظ المدافعين المدافعين بلجيكي من اللعبة الكرة ظلوا وقتين ما كملوا ما كملوا في جاء الكرة وعليمان تم دعو على القرص يحسن على العموم أنا أشكرك جدا استاذ محسين الصوت بدأ شوي يعني يعطني على أمل أن ألتقيك في مباراة مقبلة إن شاء الله تحياتي إليك استاذ محسن المشكلة خلط إلى اللقاء المشكلة خلط إنه مو بالخطأ في تكرار الخطأ وفي نسخ الخطأ حتى من المدافعين الفاول طريقة أشار استاذ محسن إلى النقطة يمكن ما سولفنا بها إنه الجدار كان أيضا ليس بمستوى المواجهة أبو علي رح أقول لك شاء الله وحد نعم إحنا عدنا مدرب اسمه كاساس هسا جاء يدرب منتخب العرام نحالي نعم فرنسي اللي هو مساعد أقول أسباني مساعد مساعد الريكي نعم في برشلونة من قرين السيفي مالتي يقولون هذا كان مدرب للحالات الثابتة بالحالة الدفاعية وبالحالة الججمة حسا بالحالة الثابتة تلعبوها بطريقة ثنية يعني بيها بيها متفقين عليها مسوينا بالتمرين وبالكرات الدفاعية يعني اليوم الهدف يناقض حالات شون تدرب عليها دفاعيا يعني تنظم جدار أوكي الحارس طلع خطر المقاطعة يعني ألمانيا سجلت التعادل في هذه اللحظة نعم استطرد استطرد فرحت لا لا أبدا أنا دام زحب فتحالي يعني كان بيودي أنا أشير الله بس أنا شأسوي مدير البرامج يقل لي أبو علي أطلع من دور الضيف خلي الضيف يسولف أريد أوضح فتحالي مرات يقولون يعني الإعلامي أو الصحفي أو المقدم من يكتب أو من يسولف لا يتحيز أنا شأقول أقول ماك واحد يقدر يكبح رغباته وخصوصا الرغبات المتاحة أن تحب الكرة الألمانية تحب الزوراء مثلا تحب منتخب بلادك تحب أداء المنتخب الإيراني أداء المنتخب السوري هاي القضية أنت متاح لك أن تحب وأن تشجع ولكن أنا دائما كتبته على أن لا يتلون مدات قلمك بلون قميص الفريق اللي تحب هذا صحي يعني أنت لا تتحيز أنت قل الحقيقة هاي القضية أنت حب وعشق لا واحد هذا هذا جانب واحد بشأن أنا أقدر أقول المتاحة بالألماني مقنئ لا بشأن أنا أتقول لي ما تحب لك الألماني لا لا أنا أعرف دواء أخليك لأنه قلبك وياهم ليس مشكلة خليني أروح يلا أروح أروح على فاصل لمجموعة من أهداف الدور الأول يلا أهلا بكم مجددا وإلى المباراة الثالثة من مباريات مونديال الدوحة 2022 اليوم كرواتيا قدمت أوراق اعتمادها كما أسلفنا في المقدمة كواصيف للبطولة السابقة وقلبت التأخر بهدف إلى رباعية شون شفت المباراة المباراة يمكن إحنا سمعنا الكثير عن فريق كندا نعم بالمباراة الأولى نعم اللي هو تعادل مع بجيك وضيع ضرب الجزاء وكل العالم كان يقول قدموا إذا رائع جدا إجينا أنا ممكن شاهد المباراة وإذا واحد اسمه الفونسو ديفيز هذا غاني جنسي الـ 19 الـ 19 هذا أهم أقول لك البال هذا الإسطاني كل الـ 19 يا سبحان الله فهذا اللاعب تحس به لاعب جدا مميز في الفريق الكندي هذا غاني للأصل ويلعب بالدوري الفرنسي لاعب لاعب وسط في بايرن ميون في بايرن ميون فقيمة نوعية من لاعبي في كرة القدم قد يكون هو اللاعب الأبرز في فريق الكندي في المتخب الكندي طبعا الأهم أيضا فريق الكندي يعني تلقي فتا ثلاثة أربعة واحد أمريكي واحد كرواتي حارسهم كرواتي طبعا بالمناسبة ممتاز فهذا التنوع موجود في الفريق الكندي مثل ما موجود بالفريق الامريكي وراح نمر إن شاء الله يوم الثلاثة يوم الثلاثة وفي الفريق الفلاني في كل الفرق هذه صارت أنت قلت أقول عليه أنت قلت عسى هبختك عسى هبختك جوزيف شيف بلاتر وبخته بقلب الثاني فبداية مميزة إلما للفريق الكندي في أول دقيقة وهذا أسرع هدف سجل في هذه البطول بالدقيقة الثانية بالدقيقة الثانية الثانية وعشر خل نمر خل نمر على ذول التشكيلة قبل ما نتكلم عن المقرأة أريد تعبر بسرعة لأنه محتاج له أي طبعا الفريق الكندي لعب واضح أربعة أربعة اثنين أربعة أربعة وخسر أربعة بينما الفريق الكرواتي لعب أربعة ثلاثة اثنين واحد يعني ذول الثنين اللي على أطراف الرقام تسعى بالمناسبة اليوم الهدف سجل هدي فين اللي هو كارتر تيتش نعم كارتر ايتش من جماعة ايتش بس كارتر شون الطبقية هم فهذا التشكيل اللي لعبوا به الفريقين نعم نبدأ على الحالات اللي نأخذها لا لا خلينا نسول في وي لأي لأنه عندنا حالات وانا البرح افتقدت يعني اذا موجود معانا حكم ايام المنديال شونك استاذ لؤي الحمدلله على السلامة البارحة صوتك تعبان وكل ما لؤي كل ما اتصل بيك يطلع للصغير يقول لي بابا بالتمرين انت لياسة تتمرن نعم نعم استاذ عموما عندنا حالة بالدقيقة ستة واربعين كابتن المغرب بلجكا هدف ملغي للمغرب بداعي التسلل احنا سولفنا انا وخلق بي نعم نعم استاذ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدين والضيفك الكريم العزيز كابتن خلق حبيبت الله يحفظك الهدف الملغي المغرب بدقيقة ستة واربعين كان هو عبارة عن تداخل المنافس مع المنافس الاخر والتسلل كان واضح من خلال التنافس مع المنافس واشغاله وتحسيس انتباهه حسب المعايير اللي خاصة بقانون التسلل والتعديلات الاخيرة نعم اذا تسلل صحي الحالة يعني الان رح نعرضها على الشاشة واتابع وياك ايضا يعني الجمهور رح يستطرج معنا هذه يعني هذه 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 الأولى الحالة الأولى اغلب هذا الهدف الملغي نعم تداخل وحجب الرؤية يمكن حجب الرؤية مو استاذ عموما حجل ارجع لك الى الدقيقة 25 كرواتيا كندا هدف ملغي لكرواتيا ايضا بداع التسلل نفس المعيار ينطبق على هذا المعيار نعم ايضا هو التداخل مع المنافس واشغال وقطع خط الرؤية والتأثير على المنافس لؤي اريد انا بس اسألك عن قضية اريدك تشوف ليها اليوم انا شفتها لانه اثناء التحضير اثناء التحضير انا والاستاذ خلف الهدف ملغي للمنتخب الالماني عندما اخذوا اللاين مثل الفوتو فنش ما العدائي السرعة من اخذوا اللاين كانت اصابع المدافع الاسباني هي الاقرب نعم داخل ليش يعني اللغة الهدف بالمقطع الارضي انت شفت المقطع الارضي شفت الهدف اللي الالغي للمنتخب الالماني والله للامانة للامانة ما شفت ما شفت اريدك التابعة حجة يعني اتمنى تشوف انا يعني ما اعرف احنا اريد نوقف على المعلومة لان دائما نشوف شبابنا بالمقاهب كذا يشوفون على هاي الحالات اريد نوضح للعالم القانون يعني بالفوتو بالخط انا شفت اصابع حضارة التحليل ما لسنا مع لجهة الحكام احنا عدنا اجتماع يعني بالمناسبة من الساعة سبعة ادات القوام ما الدور الدرجة الولى والدور الممتاز نعم فالنقاء على هاي حالة بعد التكرار العديد انه الكل اجمع انه راية الحكم بساعة كانت صحيحة والمنافس اقرب لخط المنافس الاخر لحبت ابي جرأ من اللي عدي جزء لنظري موزين استاذ استاذ لوي لا استاذ لوي احنا معلومة منك نريد يسمعها الجمهور نعم من الصير الحالة ورجل الخط يشر مثلا هذي تسلل الحالات القريبة جدا يؤخذ باي جسم من الجسم اللاعب اللي هو الاقرب الى خط الهدف اي جسم استاذ كل الجسم يؤخذ باستثناء اليد من من اعلى مستوى الكثف الاخر شيء بالاصلع من اعلى باستثناء اليد لان اليد اللاعب ما ممكن اللاعب الكرة باليد يعني نظري صحيح وحكم الراية كان قرار صحيح الصحيح يعني اليد اشتش من اليد حسب التعديلات الاخيرة نعم نعم نقول المستوى ما لالتشير اللي نلبس الصيشي هذا اعلى مستوى اليد نعم وكذلك باطن باطن الابر اسفل الابر هذا اني ما تأخذ ما تأخذ يعني هذا اني تأخذ بالتسلل ولكن باقي اليد لأي انت حكم رائع لسمب بسيط يعني هست توضحتنا وفهمتنا الحالة وانت ما شايف الهدف اشكرك جدا وياريت يتجدد اللقاء وبعد من خابرك لا يطلع للصغير يقول لي بابا بالتمرين يومية تمرين والله على رات ايه اشكرك جدا تحيات ادارة فضائية الايام لحضرتك شكرا جزيلا اذا ممكن الان اكو تقرير ايضا يعني المنتخب البولوني راح بدون منافسة بدون ما يلعب الملحق امام المنتخب الروسي خلي نشوف التقرير خلنشوف الان اذا ممكن نشوف التقرير اذا جاهز عن كيف حرم المنتخب الروسي هل هذا قرار فيفيوي مثلا ام انه قرار سيا رياضي كما يصطلح المتحدد دوما لا سيا رياضي مثل ما تدوله خلي نسمع التقرير اذا ممكن اذا جاهز نشوف التقرير وجدد ترحابي بكم خلف يعني من هذا التقرير حسنا لماذا شفت مشكلة او ازمة رياضية يعني امريكا مطرب بها امريكا صاحبت القرار يعني حسنا اليوم بهذا التقرير كثير من الدول الاوروبية ما شاركت باولمبياد موسكو الف وتسعمائة بناء على احتلال الاتحاد السوفيتي السابق الى افغانستان حيث هذا الحد خلي نمشي مع الامريكان بهذا القرار او الدول الغربية اللي راحت معها اوكي خلي نرجع شن اللي سوتها امريكا بالعراق هي وانجلترا موسكو كورة فعل صار من المعسكر الشرقي لا لا بعدين اروح لوس انجلوس معروف يعني لا 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 يعني قضية الاحتلال الامريكي البلدنا وكذا يعني هي مخاضات سياسية كثيرة مهم مخاض سياسية نعم نحن نتكلم سياسية نعم الآن حرمان روسيا ليش مثلا لأنه يعني اعتبروا روسيا بلد داعم للإرهام لا هما بعد الاجتياح يعني اوكرانيا اي اوكرانيا هو هما من من دخلوا باوكرانيا وصارت الحرب الاوكرانية طبعا الحرب الاوكرانية من زمان الاقمار الصناعية الامريكية قالوا الاوكرانية أنه الروس رح يستحلوكم يحشدون يحشدون على الحدود وكذا كذا ما كانوا متوقعين انه الاوكرانيين بهذا الشكل بالنتيجة اتخذ القرار من بوتين يعني نحن ندخل ندخل أوكرانيا من دخل أوكرانيا شو اعتبروهم اعتبروهم بلد رائع للإرهاب هذا المصمم أستغرق بالجنب السياسي أنا أقول يعني إلى كل أدعية بأن يعني علينا أن ننقر نعم نحن أنا وأنت يعني نحن نبتعد والمنتخبات السلطة يعني بتسطيح أو ببساطة للأزمة بوتن طب على أوكرانيا منتخب الروسي شعلي هذه مأسات الرياضي شعلي لا أكو مساء المهمة يعني بزمن كو رئيس الاتحاد الدولي بمن بساح ويدان بلعاب القوة سباستيان كو العداء السابق سباستيان بالعداء بل 200 متر ولا في 500 متر منصار هو الرئيس بحيث كم هائل من الرياضيين الروس خلاهم ويشاركون بالبطولات وإذا شارك يشارك باسمه مو باسم الدولة بدون ما يرفع العالم يعني إذن هناك ملفات يعني سياسية شائكة خليني أنتقل إلى خبر وتعليق يعني ما قد ما نحاول نطلع نجد أن الأثر السياسي موجود في كرة القدم وفي مجمل الأحداث الرياضية في زاوية خبر وتعليق رصد لنا الزميل المعدل المساعد علاو أحمد أولاً لم تتوقف ماكنة الإعلام المناوئ لاستضافة قطر للمونديال يعني تقاريرها استهداف مباشر معلن قبل أربع تيام فقط من افتتاح كأس العالم تتصدأ إعلامية إنجليزية باجترار مكرر بين هلالين اجترار مكرر لاتهام قطر بمحاربة الحريات الشخصية وعدم احترام حقوق الإنسان وحتى صارت هذه الأمور يعني جوفاء بالدفاع عن قضية الشذوذ وما إلى ذلك ملف العمالة والعمال في بناء ملاعب وقطر وفنادق قطر وسيوها من المرافق الأخرى الرد هذه المرة لم نتبناه نح أو من معناه باتجاه حفظ ثوابتنا المجتمعية الدينية لكن إجا من مقدم برامج يعمل في واحدة من أبرز المجموعات الإعلامية الأميركية فوكس نيوز تابعوا معنا ماذا كانت وجهة نظر الرجل الذي يعمل في فوكس نيوز بيس لنرى إلى فتبول نحن في 4 ديس من المتابعة من المتابعة ديفيد بديل قالنا أنه يتبع في المنزل أنه أنه تبع في المنزل غاري لينيكا قال أنه لم يتعطي قطاري لا أحب أشعر أشعر أعتقد بديل أشعر 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 المترجم للقناة 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 يقولهم هذه الدول كثير من الدول بالنسبة إلها الشذوذ الجنسي جريمة واتخذ القرار بإقامة الفطولة في قطر إذا ما سويناها في قطر أكو 32 دولة هاي الدول كلها نظيفة بالنسبة لحقوق الإنسان بس خلينا يكمل لك هل هي كلها نظيفة سجيلها نظيف من حقوق الإنسان قل لا قال زين إذا ما سويناها في قطر نوديها لأفريقيا أفريقيا تجرم هذه القضية أفريقيا تجرم هذه القضية إذن وين قاري لننقار لا لك إلا نجيبها عندنا احتلينا العراق احتلينا العراق عوف احتلنا العراق أسسنا لداعش هذه عندك أنت إجابة أخرى إلي نعم هو التب بالتب بالترانسليشن مو أسسنا دولة لداعش نعم وإنما إحنا جبنا داعش للعراق أسسنا لداعش لداعش حقا لأن الترانسليشن كان تمام مضبوطا خليني أنتقل إلى ملف آخر أيضا وجته مهما في متابعة ثانية للزميل علاو أحمد نقل لنا أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي اللعبة فيفا بحق نظيره الاتحاد الأمريكي وذلك اعتراضا على قيام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بحذف رسم عبارة عذرا عبارة الله أكبر من العلم الإيراني في منشور رسمي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم طالب الاتحاد الإيراني فيفا الاتحاد الدولي بتنبيه الاتحاد الأمريكي لذلك والقيام بإجراءات جدية بحقه لمساسه برمزية الذات الإلهية التي تقدسها جميع الأديان بالإضافة لما في ذلك من اعتبارات وطنية وبعد المنشور الرسمي الاتحاد الأمريكي لاحظ عندما يكون الموقف مرتب نشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح تراجع الاتحاد الأمريكي وقيامه بتعديل منشوراته الرسمية وإعادة نشر صور العلم الإيراني بشكله الرسمي المعتمد بالإضافة إلى أنه هناك مطالبات يعني من كارلوس كيروش أن يستقيل يورغين كلينزمن يعني نتيجة استهداف المنتخب الإيراني بالعداء خليني أنتقل إلى خلف خلف أنا يعني شوف لست مضطرا للدفاع عن إيران تجيد الدفاع عن نفسها ما لعلاقة ولكن لماذا هذا الإصراف لماذا هذا الاستهداف لتنظيم قطر والمنتخبية دونا عن الآخرين يعني كأنه القضية كلها تلك البلدين ليش البطولة قيمت في قطر ولماذا المنتخب الإيراني موجود على الساحة وهزم ويص هناك سؤال مهم جدا نعم نحن كل نحن كبشر نعم سواء تكلمنا عربي أو دول إسلامية عندنا كلمة ذات المقدسة هي الله وكل نحن نقول الله أكبر إذا أجينا للأمريكان أطلع لك الدولار دولار بجيبي يقول في الذات الإلهية في الذات الإلهية إذن البشرية كلها بأكمله نعم على اقتلافات أديانة تؤمن بالله المسمى مختلف أنت تريد تشيل الذات الإلهية من العلم الإيراني تشتق سأعوف القضية الإسلامية أو عوف القضية الدينية يعني دعونا نتحدث يا أخي هذا علم رسمي صحيح ممن حقك ما يصير ممن حقك ما يصير وبعدين أنت الاتحاد الأمريكي لكرة القدر أنت جاي تعارك لا جاي تلعب طوبة يعني ليش هذا يعني هذا أتعجب أنا والله يعني قضية الشذوذ قضية استهداف قطر للتنظيم قضية يعني إيران ليش هذا الاستهداف ليش هذا التأجيج يعني نحن هم مو ينادون بالتعددية والحريات يا أخي هذا علم بلدي وانت خلي علم بلدك بالطريقة التي تريته عموما يعني أنا دائما الأخوة في إدارة القناة يعني يسعون إلى إبعاث هذه الملفات لكنني عندما أجي أدخل أتابع المونديل لا أجد غير هذه كانت قصورة معبرة نعم للروس جدا نعم أكو سفارة سفارة كندية حاطين العلم المثليين جايبين علامة إكس حاطين على العلم الروس أرد هذا أرد ناجع خلينا أروح فاصل يناي المواضي يعني فاصل شوي نهدأ أنوياك شوي وروح المباريات باشا أهلا بكم في دقائق الختام خلف ألمانيا واحد إسبانيا واحد تعتمد نتيجة المباراة آسين نحن نسأل هل يستطيع الألمان الترشح ببطاقة أولو ثاني تنتظر مباراة كوستريك كوستريك على الوراق ربما هي مباراة سهلة على الوراق حس افتراضا افتراضا اربع نقاط اليابان اسباني اليابان ثلاثة اسبانيا واليابان أعتقد الفريق الياباني إذا حصل نقطة من من اسبانيا أنا من اسبانيا اتعادل واليابان واروحوا إياهم أيدويد وطلع ألمانيا ممكن شكوى ما أخذوا يا فريق قوي قد يجيني النوم اتعادل وخلص من فريق مرشح للبطولة هو فريق الألماني وخلي تصعد اليابان يعني هذا منطق الكرة أنا جاي نافس على الكاس أخذ اليابان لو أخذ ألمانيا لا أقول اليابان أطلع يعني بالإمكان يعني نادره خليني أروح إلى يعني آخر ما نختم به مباريات يوم غد الكاميرون سربيا الخاسران بالدور الأول يبحثان عن الفرصة الأخيرة الكاميرون سربيا طبعا الكاميرون مجموعة جي الكاميرون نعم في مباراتهم أمام سويسرا أنا أقول ما كانوا يستحقون أن يخسرون المبارات تذكر المبارات نعم يعني فريق قدم مستوى راقي جدا وكانوا أقرب للفوز منها إلى الخسارة لكن خسروا المبارات أمام سويسرا سربيا ما قدرت تجاري البرازيل في أي شيء لأنه البرازيل لعلو كعبيه فريق قوي جدا فريق من المرشحين للبطولة هل المبارات تنتهي وثنين محتاجين المبارات هل نشاهد مبارات بها الدافع كسب ثلاثة نقاط أم مبارات رتيبة ميل للدفاع هذا سؤال الله ما أنا يعني أشوف كعادل؟ لا لا الثين هم رح يبحثون عن ثلاثة نقاط مباراة مفتوحة ما تصور من يفوز؟ كاميرا كاميرا وشات نظري يلا ما يعني البرازيل وسويسرا الفائزان يمثلان عن التأهل المبكران أنا باعتقادي إن شاء الله أول شي نيمار يعود بصحته لأنه نيمار يمكن عنده إصابة بالكاحل الفريق البرازيلي ما رح يعتمد على لاعب لأنه البرازيلين كلهم مهارة وكلهم نجوم واليوم الفريق مو يلعب يعتمد على لاعب واحد وإنما مجموعة كاملة وهذا هو الأهم مهما يكون النجوم مهما يكون النجوم أنا من شوي شري ألعب على التعادل يعني فريق سويسرا هما يحتاجون التعادل التعادل والديون ولهذا هما ربما راح يدافعون يعني لأنه عندك انتصار وأخذ لنقطة من البرازيل ممكن يصير بعضهم يتعادلون ويطلعون برد أروح للمجموعة الثانية عفوا يعني المجموعة الأخرى في الثانية في مباريات يوم غد اللي هي المجموعة البرتغال الفائز على غانة يواجه الأورقوي بنقطة واحدة أنا باعتقادي ربما البرتغال غدا نتأخذ ثلاث نقاط أخرى ويكون فريقه مقود جدا فريق البرتغالي ومثل ما أنت تفضل تقول هذا برازيل أوروبا يعني هذا الوصف وصف النقاط يعني بالمناسبة يمكن للأخوة المشاهدين اللاعبين البرازيليين هذه معلومة اللاعبين البرازيليين من يجون يلعبون بالدورة البرتغالية ما يعتبرون اللاعبين عجانا يعتبر لعب برتغالي مرة أنا دحل للدورة البرتغالية نعم لقى 16 لاعب برتغالي في ممكن بسبورت انجلش فتعجبت 16 لاعب كلما جانب قالوا لها دقيقة سبور لأنه اللاعب البرازيلي من يلعب بالبرتغال يعتبر مواضح بالمناسبة أمريكا اللاتينية عشرة بلدان تتحدث اللغة الإسبانية إلا البرتغيز إلا البرازيل تتحدث البرتغيز بس فقط زيرة البرازيل عام يمكن 2007 صح مع منتخب كرة الهدف المكفوفين عرفت هذه الحقيقة يعني البرتغال نعم والبرازيل المباراة الأخرى غانا الخاشرة يعني بدون استحقاق تواجه كوريا جنوبية بنقطة وعلى غانا الفريق الممتع بكرة ربما رح يمتعني يعني أنا تصور باشا غانا تفوز يعني أنا وياك يعني ما دام اليوم وياي يوم تبقين خلي نختم حتى نطلع على أقل اليوم يلا إن شاء الله إلى هنا أحبتي متابعي فضائية الأيام نختتم هذا اليوم من أيام المونديال على أمل اللقاء بكم مساء غد بنفس الموعد إن شاء الله انتظروني قطيني ذاك حبيبا 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 شكرا